اشتركوا في القناة اماما فيه ولذلك كان اقرانه واصحابه اذا اخذوا واعطوا معه في مسائل العلم يتحاورون يتدارسون اذا اتى الى الاستحسان ترىهم يتركون المضمار له يجري فيه لوحده الحيل من وصول مذهب بحنبة الحيل ويسمونها بالمخارج من المضايق هو التحيل على اسقاط حكم شرعي او قلبه الى حكم اخر وقد عاب سائر العلماء على بحنبة اخذه بالحيل ورد مذهبه في هذا بعض من يقول بالرأي ورد عليه البخاري كثيرا وعقد للحيل كتابا في جامعه الصحيح هذه من المسائل التي اختلف فيها ابو حنيفة مع جمهور العلماء هي قضية الحيل والتوسع في الاستحسان لكن قطعا يعني لا يعقل ان ابو حنيفة اراد بذلك ان يحتال على الحرام ان يكون حلالة او على الواجب ان يكون مندوبة كل ذلك محال ولو قرأ الانسان قراءة تفصيلية اكبر يعني قد يكون البرنامج هذا اعلامي اكاديمي علمي لكنه موجز في وقته لا يستطيع الانسان معه ان يبين الامور بالتفصيل لاننا ملزمون قدر الامكان ان نتكلم عن هؤلاء الهمة دون ان نغفل احدا منهم ولو توسعنا في احدهم لربما لم يعيني الوقت على ان نتكلم عن الباقين لكنني ارى يعني يحال المتلقي الى كتب الامام محمد ابو زهر رحمه الله العالم المصري الجليل في قضية حديثي عن الامة الاربعة وعن غيرهم فلو كتب قيمة في هذا الباب قراءتها تفصيليا تعين على ان ينظر الانسان نظرة انصاف الى ما قيل من توسع ابي حنيفة في الاستحسان او ما قيل عن اتخاذ ابي حنيفة للحيل